سفنجي لأبعد الحدود وهكذا يجب أن يكون الكعك المخدسي الممتاز جدا جدا في البيت وبأسهل طريقة ممكنة طلع كيف بيعملوا ثقب بالنصف زي هيك هذي الأكلات ملهاش بركة إلا بالشغول على الأرض كتير منكم بفكروا صعب ولكن كالعادة إذا فهمنا المبادئ رح يكون سهل جدا بجيب جاط العجن بحط فيه كاسة مية باردة أو فاترة وكاسة إلا ربع مية سخنة هيك بتصير حرارة المية معتدل عشان الخميرة رشة ملح صغيرة زي نصف ملعقة صغيرة ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة خميرة ملعقتين زيت زيتون بكر وبحرقهم بستعمل الويسك الان بخلي ربع ساعة عشان الخميرة تنشط حبيبنا اللزم صار ربع ساعة الان الخميرة اتفاعلت وصارت نشيطة وشاطرة الطحين لازم يتنخل طحين أبيض قوي تباع الخبز يعني نسبة البروتين فيه عالية ونسبة الألياف فيه عالية ستة بتقول عنه طحين عرق وقوي يعني لو قلنا انه الكلوتين هو العرق اللي بيمسك الطحين هو المطاطي فمعنى كلام العرق هو الجلوتين وفعليا هو هذا اللي بيعطي للطحين المطة والنفخة بس السؤال كيف ستة عرفت انه الطحين فيه جلوتين ماكملت تعليمها ومن ساعتها هي بتشتغل في الزراعة لغاية ما عمرها صار سبعين سنة بس كيف عرفت انه الطحين فيه جلوتين الله يسبتي شاطرة المهم اربع كاسات طحين هاي واحد اتنين تلاتة اربعة ملعقة كبيرة ملح وبده اضيف كمان شوية سكر جردته كذا مرة وهيك طلع معي اللزق شي بالملعق بحركه طبعا اللي عنده عجانة يستعملها وبدخ المكونات كلها في بعض العجين هنا لازم تكون طرية بنظف فيها الطاولة والان برجعها على الجاط وبنزل على الارض وبشلح الساعة من ايدي هادي الاكلات ملهاش بركه الا بالشغول على الارض وبخلي جنب شوية مية دافية وبنجيب العجينات ببلل ايدي بشوية مية وبعجن زي هيك لما مدت عشر دقايق لو حسيتو المية كتيرة والعجين طري كتير مش مشكلة بكون افضل كمان انا امي بتعمل هاد الحركة بلومها زي هيك ما اطراها هاد هي الطراولة المناسبة بجيب شوية زيت عشان ما تلزق معايا وبغطيها بمنشفة او ببلاستيك لغاية ما يتضاعف حجمها حبيبنا اللزم صار ساعتين الواحد بنسحاله وقعب بتفرج الاخبار نرجع لموضوعنا والان بطلعها هاد عملتها على قد اربع قطع وبعدين بمسك القطعة بضمها على بعض زي هيك لجوة بشكل دائري زي هيك كيف ما كان مش مشكلة مش مهم المهم اني ادورها بحيس انه سير شكلها زي هيك طري وناعم من ناحية هاي بضمها على بعض وبضغطها زي هيك بضغط عليها زي هيك هاد حركة بعض الخبزين وهيك صارت جاهزة هيك صار عندي اربعة بغطيهم وخليهم خمس دقايق مش مستعجلين وبعد خمس دقايق بدي افردها اعملها مستطيل الفكرة في المستطيل انه انا بدي الوفها باخد الطرف وبالوفها زي هيك وبضغط عليها عشان تتماسك وبعدين بحط الطرفين على بعض وهيك صارت جاهزة الان على جنب بفرد هاد المنشفة وبحطهم عشان اغطيهم عبل ما اخلص الكمية وهاد الثالثة شوفوا الاتراك بعملوا حاجة اسمها السميت نفس الاشي ولكن من الطريقة اللف مختلفة فبيجوا هنا بيعملوا ثقب بالنص زي هيك بلوفها زي هيك اشي شبيه بالكعك المقدسي بسموه سميت في تركيا وبالمناسبة حبيبنا العراقيين بقولوا عنه سميت او السميت ما بعرف كيف بلفظوها بالعراق اكتبولي بالتعليقات فحبيبنا المصريين اعتقد بيحكوا عنه الفينو الان بغطيهم في المنشفة هاي خمسة او عشر دقايق عشان ما يجف من فوق وبنفس الوقت بحمل فرن بشغله على حرارة ماتين وعشرين او ماتين وخمسين وبحضر السمسم السمسم بجيب قد كاسة كبيرة وملعج ونص سكر بحركهم شوية وبعدين بجيب مي بنزل عليها ملعجتين كبار وبحرك بوجع على الطاولة مش مشكلة ما احنا بدنا نوضع كله عشان نعمل طريقة المخابز الرسمية بحضر سنية الفرن فيه ورق الزبدة بجيب العجينة بحطها فوق السمسم بعدين بجلبها وبحاول الوفها زي هيك بحاول اطولها كمان شوية بخليها زي هيك بغطيها منيح بالبلاستيك بخليها عجنب ربع ساعة ترتاح وهي كمان منشفة حبيبنا اللزم بعد ربع ساعة شافين كيف تضاعف حجمهم هذا اللي بدنا اياه عشان يزبط الكعك على حرارة ماتين وعشرين او ماتين وخمسين والحرارة من فوقه تحت تقريباً ربع ساعة حبيبنا اللزم صار جاهز الريحة يا الله على الريحة ما ألزها هذا هو اللون الممتاز اللي بدنا اياه الريحة الان بدي اغطيهم بالمنشفة عشان ما يطلع البخار كله برا وينشفوا تعالوا ارتاحوا هنا سفنجي لأبعد الحدود وهكذا يجب ان يكون طلع كيف طري شوف الطراوة كيف بسم الله طلع كيف يا سلام وبنقول بسم الله يا جماعة الخير يا جماعة الخير هيك بيكون الكعك هيك اشي رائع يا جماعة الخير واقسم بالله هذا اشي رائع جداً مجرد اني عملته في البيت هذه حقيقة يصعب التعامل معها يا جماعة الخير انا مش مصدق لحتى الان ان انا بعمل اشي رائع جداً بطول المخابز بتشتغل تمانين سنة ومئتين سنة عريقة وتاريخية وغبرات بتنتجل من جيل لجيل انا في ساعتين زمن اعملته في البيت بالسهولة هادي بدون اشي معكزة الشاي بس بس هذا هو افضل فطور في الدنيا اهل الجدس المدينة العتيقة التاريخية حبي بيتنا اللزم كل يوم هذا فطورهم سبعة صباحاً بتلاقي الناس كلهم بيفطروا من هذا الكعك الناس الكبار زي ابوي وعمي وسيدي الساعة خمسة صباحاً بيخبزوه في الشوارع القديمة وكل واحد صاحي صباحاً بيفتح المحل تبع الشغل تبعه بياخد واحدة زي هاي بيغمسها في زيت الزيتون زي هيك وفي الزعتر زي هيك وبيقول بسم الله مع كبات الشاي وبيبدا نهاره على خير فهادي دعوة لكم يا جماعة الخير اليوم ناكل اشي من ريحة القدس ونبدا نهارنا بخير وبركة زي اهل القدس انا فلسطيني لكن في حياتي ما رحت عالقدس وما بتخيل انهم رح يسمحولي في يوم الايام زي كتير منكم نفسهم وحلمهم يزوروا مدينة القدس فهذه دعوة الي منكم اليوم انه على الاقل اضعف الايمان انه نعمل كعك القدس وناكله ونبدا نهار واحد على الاقل من حياتنا زي ما اهل القدس بيبلشوا نهارهم وانقذوا حي الشيخ جراح